اشتركوا في القناة نظام كل مرة اليوم ادي احنا خلصنا التحديات هنحصل على جائزتين فخلينا الان نبدأ في التحديات طيب في التحدي الاول اقول لك ازم نحات التما عدد واحد اول ما تحط على التحدي بيلك الموقع فينا الموقع هنا لحظة معايا هذا هو هما قزلوا منك انت تقتل الرئيس حاول لك ما تقرب منه لانه معاه شدقين مرة جامد اول ما تقتله يسو معاك التحدي حاولوا انكم هذا التحدي تسووه في اليوم الثاني او الثالث لانه كثير من الناس هتنزل تسوي التحدي هذا طيب في التحدي التاني يقول لك زور السينما المرمرمة عدد واحد هذا التحدي جدا سال اول ما تحط على التحدي بيلك الموقع فينا الموقع هنا اول ما تزور المنطقة هذه حيسو معاك التحدي على طول فهمتو كيف طيب في التحدي التالت يقول لك اعقد صفكة مع مغيستو عدد واحد اول ما تحط على التحدي بيلك الموقع فينا الموقع هنا هذا هو كل اللي عليك انك تيجي عنده بعد كده في عندك نقدم عشرين من نقاط الصحة للحصول على سلاح عشوائي اول ما تضغط اكس ان حسب معاك التحدي مطلوب انك مرة واحدة بس طيب في التحدي الرابع اقول لك حقك اي مركز باستثناء الاول في مواجهات مختلفة عدد اربعة هذا التحدي جدا سهل عندك طريقتين انك انت تسوي التحدي هذا الطريقة الاولى انك انت اول ما تطلع من الباص تطلع من الجيم انحسب معاك الطريقة الثانية انك انت تنتحر كمان انحسب معاك الطريقة الثالثة اذا اي عدو قتلك كمان انحسب معاك اهم شيء انك ما تكون المركز الاول يعني ما تفوز في الجيم فيمتوا كيف؟ شوف لاحظوا أنا سويت مرتين الآن أول ما أطلع من الجيم انحسب معايا فيمتوا كيف؟ لاحظوا معايا شوف انحسب معايا شوف ثلاثة سار فكل اللي عليك يا تطلع يا تنتحر يا تخلي أحد يقتلك فينحسب معاك التحدي طيب في التحدي يقولك فتش حاويات عدد عشرين هذا كمان التحدي جدا سهل إيش الحاويات؟ الحاويات أي شيء تفتحه يعتبر حاوية عندك هنا صناديق الرصاص شوف انحسب معاك تمام؟ عندك صناديق الأسلحة لاحظوا انحسب معاك صناديق آيرون مان صناديق أفينجرز كله انحسب معاك مطلوب منك عشرين وتخلص التحدي طيب في التحدي الأخير يقولك كن على بعد ثلاثين مترا من لاعب عدو عدد ثلاثمية طيب هذا التحدي جدا سهل كل اللي عليك إنك تكون قريب من الأعداء شوف في أعداء في البيت لاحظ وانحسب معايا شوف يقعدين مشي العدد لاحظوا شايفين أهم شي إنه يكون مو أكتر من ثلاثين متر يعني إذا ثلاثين عادي أكتر من ثلاثين لا أقل من الثلاثين مو مشكلة يعني خمسة وعشرين عشرين متر عشرة متر خمسة متر مو مشكلة شوف أنا قريب من الأدم إذا من اللاعب هذا مرة قريب منه شوف وبنحسب معايا تقدر تسوي التحدي هذا في كذا جيم مو ضروري في جيم واحد طيب بعد ما خلصنا التحديات حتتوفر معانا تحديات إضافية بعد ثلاثة من الأيام طيب أما بالنسبة لتحديات اللي هو طور الموسيقى وعندك طور السباق تمام مو ضروري إنك تتسوي التحديات هذه تمام في تحديات كوابيس فورتنايت الجزء الثاني أنا بيّنت لكم أسهل الطرق اللي من خلالها تقدروا تسوي وكامل التحديات دون الحاجة إنك تسوي تحديات طور الموسيقى أو طور السباق شوفوا المقطع في القناة بيّنت لكم كامل التفاصيل وكيف تقدروا تحصلوا على الجوائز بدون الحاجة إنك تتسوي التحديات كده وصلنا النهاية مقطعنا أتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الأيتم شوب اكس تو اكس تو وأهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك وإن شاء الله يتقابل مقطع آخر وفأمان الله ترجمة نانسي قنقر